منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة تختار سنة 2021 عاما للمرأة وحفظ الختام الرسمي لعامل إيسيسكو للمرأة ترأسته الأميرة للا مريم رئيسة الاتحاد الوطني لإنساء المغرب بمقر المنظمة بالربار ويأتي أعلان إيسيسكو سنة 2021 عاما للمرأة تكريما لها وتعزيزا لدورها الريادي ومكانتها الكبيرة كما يندرج ضمن الرؤية الجديدة للمنظمة والتي تمت منورتها في مخططها الاستراتيجية في 2030 والتي تهدف إلى بناء منظومة حضارية مبتكرة وذكية للعالم الإسلامي عام الإيسيسكو للمرأة كان عاما حافلا بالمناشط والبرامج والمشروعات ولله الحمد تحقق الكثير منها وكان هناك اهتمام كبير جدا من الحكومة المغربية ومن الدول العالم الإسلامي أجمع هناك مشاريع والله الحمد تمت على أرض الواقع وهناك برامج وهناك ندوات وهناك عمل وجوائز وكراسي علمية باسم المرأة أنجزت خلال هذا العام بهذه المناسبة تابعت الأميرة للا مريم شريط فيديو تحت عنوان دق الأجراس قبل أن تشرف على إطلاق أجراس الوعي بدور المرأة في المستقبل في العالم الإسلامي نريد في البداية أن نشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله لرعايته السامية لهذه التظاهرة فنحن كأفارق معنيون بمختلف الأنشطة التي تقوم بها منظمة الإيسيسكو وسنعمل على الانخراط في جميع مجهوداتها وتقوية الشراكة التي تجمعنا بها تحسين وضعية المرأة من كل الجوانب وحص المنظم على إعطاء المرأة حقها وتقدير مكانتها وإبراز دورها في المجتمع وفي بناء المستقبل وصناعاته جعل سنة 2021 عاما للمرأة وفي هذا الإطار عرضت التجربة المغربية كنموذج يحتذا به تم تحقيق عدد كبير من المنجزات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله من ناحية تشريعية لأن هناك قوانين أولا مدونة الأسرة وعدد من التشريعات التي أخذها هو القانون 113 لمحاربة العنف ضد النساء فأهد للدستور دستور 2011 الذي كرس المساوات بين النساء والرجال تميز برنامج عامل إيسيسكو للمرأة بتنوح حيث ارتكز على عدد من المحاور تهم بالخصوص تمكين وتأهيل المرأة وبناء قدراتها وإدماجها داخل المجتمع بالإضافة إلى محاربة الأمية وضمان الحق في التعليم للفتيات ومواجهة الميز بين الجنسين